بعد مضي عقد على توقفها عن العمل لم يبقى من مؤسسة مياه طول البحث بمحافظة لحج غير هذا الاسم حيث طال الإهمال معظم مرافقها وتعطلت أغلب المعدات بما فيها عربة النقل وآليات الحفر نظراً لتوقف المؤسسة عن نشاطها منذ العام 2008 جراء شح مصادر المياه في المديرية لتفقد المؤسسة جدواها الاقتصادية والاقتماعية التي تأسست من أجلها وتتسبب بمعاناة طويلة للسكان في الحصول على المياه هناك معاناة فعلاً المواطنين يعانوا كثيراً منذ قطاع المياه عنهم منذ عشر عاماً لأن المياه في إطار المديري شحيح جداً وعندما توقف الفرع كان بسبب شحة المياه التي نضبط في نهاية 2008 مما اضطر القيلة المؤسسة إلى توقف العمل لأنها لا أصبحت قدوة لا قدوة اقتصادية ولا قدوة اقتماعية في تموين المواطنين بالمياه ومن ثم كان قرار صعب الإهمال الحكومي لهذه المؤسسة وعدم إعادتها إلى العمل دفع بالسكان إلى المبادرة بإنشاء بعض المشاريع الصغيرة لضخ المياه إلى المنازل غير أن ارتفاع أسعار الوقود وقطاع غيار المضخة خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تعثر هذه المشاريع البديلة في حال هذا المشروع المتوقف الذي كانت تستفيد من خدماته نحو أربعمائة أسرة بعد توقف مشروع المياه العام في 2008 وتعثر نتيجة القفاف اللي ضرب المنطقة عملنا بجاهدين نحن مجمعاً كثير من المواطنين في إنشاء هذا المشروع يشكل حال القارب مع أننا الآن نتعثر ونطالب القهات المعنية بإنجزال مشروع اللي هو الطاقة الشمسية واللي هو بيفيد الناس في هذا كامل في استفادة منه لأنه الارتفاع التسعير الآن الدبل يدل بحدود 7800 ريال مشاريع حكومية وأخرى أهلية ذات أهمية حيوية إلا أنها متعثرة وبحاجة إلى تدخل الحكومة والمنظمات لتأهيلها لإعادتها إلى العمل مرة أخرى لخدمة الصالح العام لمديرية تضم واحدة من كبرى التجمعات الزكانية على مستوى المحافظة سامح عبدالوهاب قناة بالغيس لحش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر